عقبات عدة تعترض مسعى كوريا الجنوبية لإلحاق الهزيمة بفيروس كورونا بشكل كامل، فبعد أن سمحت السلطات بعودة الحياة بشكل تدريجي، أعدى الفيروس ليفرض سطوته مجدداً ليجبر الحكومة على تأجيل افتتاح المدارس ورياض الأطفال في البلاد لمدة إسبوع إضافية على أن تعود تباعاً في العشرين من الشهر الجاري. خطوة التأجيل جاءت بعد انتشار عدوى جماعية بفيروس كورونا المستجد في ملها ليلية بالعاصمة سول خلال الإسبوع الماضي، أعقبها إغلاق مؤقت للنوادي وأنشطة الحياة الليلية للوقاية من زيادة جديدة ومحتملة. العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس نتيجة الذهاب للنوادي الليلية خط المئة، وما زلنا نبحث عن مخالط المصابين ونجري المزيد من التحقيقات لمعرفة سبب انتشار العدوى. وفي خطوة احترازية تسعى السلطات الصحية وشرطة في كوريا الجنوبية لفحص القامرات الأمنية لتتبع آلاف الأشخاص الذين زاروا منطقة الترفيه الشهيرة بسول في الأسبوع الأخيرة خوفاً من ارتفاع وطيرة الإصابات. تلك التطورات الحاصلة ربما تدفع كوريا الجنوبية إلى تغيير استراتيجيتها في مكافحة الوباء التي اعتمدت على إجراء عمليات فحص واسعة بالإضافة إلى حض السلطات المواطنين على لزوم منازلهم وتجنبية اللقاءات والتقليص التواصلي مع الآخرين. خطوات كلها وفق الخبراء ساعدة السلطات في الرصد المبكر للمرضى وتتبع بؤر الوباء. لكن عودة الفيروس مجدداً بعد انحصاره دفع السلطات للتحذير من هجمة شرسة لكورونا أواخر العام الحالي.